ضمن تناقض التصريحات التي اعتاد رئيس الحكومة محمد السوداني إطلاقها وازدواجية مواقفه بشأن وجود القوات الأمريكية في العراق بحسب المعهد الأطلسي للدراسات دع السوداني خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ولكن للانتقال إلى ما سماها علاقات أمنية واستراتيجية ثنائية الخروج بالتفاهم حول ترتيب جدول زمني لانتهاء مهمة المستشارين الدوليين والانتقال إلى علاقات ثنائية في كل المجالات عراق آمن ومستقر ضرورة للمنطقة شرط لمح له السوداني مقابل منع اتساع رقعة التصعيد إقليميا ولتحقيق هذا الأمر بحسب مراقبين فلا بد من مواصلة دعم أمريكا لحكومة الإطار بكل ما فيها من مساوئ وتمديد الهدنة التي سبق واتفق عليها بين واشنطن والميليشيات مقابل تشكيل حكومة السوداني قبل نحو عام انسحاب انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة للأمن واستقرار العراق تصريحات السوداني الجديدة ينقضها ما كشف عنه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي أكد مناقشته مع السوداني أهمية وقف الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق التزاما بالشراكة الدفاعية طويلة الأمد والمستدامة حراك أمريكي يضحض رواية السودان العلنية بشأن مساعي طرد قوات التحالف الذين اجتمعت بممثليهم السفيرة الأمريكية ببغداد ألينا رومانوسكي لبحث مسار العمل بين الشركاء خلال ما سمتها بالفترة الانتقالية المقبلة دون أن تحدد مدتها الزمنية السوداني الذي أكد قبل أشهر فقط حاجته للتحالف الدولية من أجل محاربة تنظيم داعش عاد اليوم ليقول إن داعش لا يمثل تهديدا للعراق داعش لا تمثل تهديد للدولة العراقية وهو التهديد الذي لطالما اتخذت منه الحكومات المتعاقبة ذريعة للتنكيل بسكان محافظات بعينها واعتقال أبنائها ومداهمة منازل سكانها وترويعهم ومصادرة أراضيهم بدوافع طائفية اتضح زيفها حين تيقنت ميليشيات الأحزاب أنها حجة ما عادت تخدم مصالحها